المالية تؤكد تحصيل الإيرادات بالجهات الإدارية إلكترونية 17 مشروعاً جاري تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق بتكلفة 35 مليار جنيها بنك الاستثمار الأوروبي وافق على مليار ومائة مليون يورو لتمويل ثلاثة مشروعات بقطاع النقل في مصر شعراوي يؤكد حرص مصر على نجاح مشروعات الحد من مشكلة التلوث الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها لدعم نجاح المشروع القومي للدراجات أكدت وزارة المالية أنه يحضر على جميع الجهات الإدارية بالدولة إبرام أي تعاقدات ثنائية أو اتفاقات مع البنوكي أو الشركات لتحصيل الإيرادات خارج منظومة التحصيل الإلكترونية التي طبقتها الوزارة بكل الجهات الحكومية وأهابت الوزارة في كتاب دوري جديد الالتزام بتعليماتها لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات وكذلك إعداد تقارير التسويات المالية للإيرادة أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق والجاري تنفيذها تشمل 17 مشروعاً بإجمالي أطوال 1300 كيلو متر مربع وبتكلفة تقدر بـ 35 مليار جنيه الوزير أشر إلى ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات خلال المدة الزمنية المخصصة لها في الموازنة المالية وفق بنك الاستثمار الأوروبي على مليار ومائة مليون يورو لتمويل ثلاثة مشروعات بقطاع النقل في مصر وثمانمائة مليون يورو قرداً لصالح البنك الأهلية المصرية لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا بدورها أشهد وزير النقل المهندس كامل الوزير بموافقة بنك الاستثمار الأوروبي على توقيع هذه الاتفاقية مشيراً أن المشروع الأول هو تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كيلو متر والثاني هو إعادة تأهيل ترامر رملة والثالث هو إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو أكد وزير التنمية المحلية لواء محمود شعراوي أنه سيتم إنشاء مجمع متكامل لتدوير المخلفات بمختلف أنواعها وكذلك معالجتها والتخلص منها في مدينة العاشر من رمضان وخلال الاجتماع الختمي مع بعثة البنك الدولي في مصر للوقوف على نتائج ومخرجات ختام أعمال البعث لإعداد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى شدد شعراوي على حرص الوزارة على نجاح المشروعات للحد من مشكلة التلوث وتنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم الطراس أن الهيئة تضع كافة طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع الدراجة على خريطة وسائل الانتقال الرئيسية في مصر والعمل على توطين صناعتها محليا وتسويقها بسعر مناسب وبتسهيلات في السداد الطراس أوضح أن مبادرة دراجتك سحتك تمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة وغير مستهلكة للطاقة أو الوقود وغير مكلفة في إصلاحها أو قطع غيارها وفي متناول الكثيرين تابعونا دوما عبر منصاتنا العالمية المختلفة في أمان الله اشتركوا في القناة